بسم الله الرحمن الرحيمي أهلا وسهلا أهلا بكم في الفيديو رقم 8 من سلسلة البيوستاتيستيكس 1.1 في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اختبار الفرضية واتكلمنا عن بشكل سريع ناس كدير في الكومنتز كتبت انها محتاجة تفاصيل أكثر ومثال توضيحي فقررت ان انا اصور فيديو كامل بكلم فيه عن ونجيب في العاخر كده بابر ريسرش بابر بابلشت ونحاول ان احنا نطبق عليها الكلام النظري اللي احنا شرحناه في الفيديو ده فان شاء الله يكون فيديو لطيف دي مشكلة بتاعي بالناس كتير فتمنى انها تكون مبسطة بشكل كافي ان الناس تفهم الموضوع بشكل كويس وفي الاخر لو الفيديو عجبك ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك مينتي بتاعك علشان يوصل لعدد اكبر من الناس وعدد اكبر من الناس تستفيد من الفيديو بدون مقدمات كتيرة يلا بينا طيب احنا كنا انا اتكلمنا قبل كده ان الريسرش بروجيكت او المشروع البحثي بينقسم لمجموعة من الخطوات اول خطوة هي خطوة الفكرة البحثية ذات نفسها وكتابة البروتوكول ثاني خطوة التجربة بتاعة البحث ذات نفسه وبعد كي بيطلع علينا شوية نتائج بنعمل لهم اناليسيز وبعد كده بنكتب البيبر وبنعمل سوبميشن او بنقدم للمجلة وهكذا طيب في الخطوة بتاعة الاي دي او بحثية ذات نفسها بيبقى محتاجين نجاوب على ثلاث اسئل اول سؤال اي هو الستادي ديزاين بتاعنا يعني ايه الستادي ديزاين بتاعنا يعني مثلا الديزاين دي هتكون كوهرت ستادي ولا كلينيكال ترايل ولا كيس كنترول ستادي والاجابة على السؤال ده بيتوقف على يعني نوع السامبلز بتاعتنا والامكانيات اللي عندنا هل احنا نقدر فعلا نجرب على هيومن بيينج سيبقى ساعة كلينيكال ترايل نعرف ناخد اللجنة الاخلاقية والاثكس بتاعت الموضوع هل ممكن نجرب عندنا مثلا عينات دم من الناس مدخنين والناس خير مدخنين عندنا تيومر يعني سامبلز وعندنا مثلا نورمال سامبلز فعلى حسب ايه الامكانيات الموجودة عندنا نقدر نحدد الستادي ديزاين بتاعنا بعد كده بنحدد السامبل سايز و احنا قلنا اهمية السامبل سايز في ان هو على سبيل المثال لو احنا هنجرب على هيومنز او وعلى بني ادمين فلو احنا هنجرب نجرب على مية هتكلف مثلا مئة الف ولكن لو جربنا على متين هتكلف متين الف ففكرة التكلفة فكرة ان احنا نعرض ناس اكتر للخطر تفاصيل كتيرة جدا بتدور تحت المسمى بتاع السامبل سايز ولكن الاساس هنا برضو فيه عنصرين من ضمن العناصر طريقة حساب السامبل سايز عنصر اسمه الالفا وعنصر اسمه البيتا و انا حبيت ان اعيد الاسلايدي تاني علشان اقول ان الالفا هتا هو الـ type 1 error والبيتا هو type 2 error وهنشرح معناهم ايه وبعد كده بنعمل حاجه اسمها hypothesis testing او الفرضية بتاعتنا اللى بتنقاسم اول حاجه احاجه اسمها null hypothesis او بيسموها edge node او edge null طيب النull hypothesis دعنا نتفق بس على حاجه كده في البداية ان هي no effect او no difference يعني على سبيل المثال لو انا بجرب دواء جديد فالدواء رقم واحد يساوي الدواء رقم 2 اللي هو كان معروفه قبل كده على حسب المثال فده كده معناه انه هو no difference ما بين الاتنين طيب بقارن جروب مثلا مدخنين وغير مدخنين فده معناه ان مثلا الناس المدخنين بيستجيبوا للدواء بنفس الكمية الناس الغير مدخنين بيستجيبوا للدواء بقارن ما بين tumor samples يعني أو رام ما بين samples عادية فده معناه انه مفيش فرق ما بين الاتنين فالنال hypothesis دايما معناه انه هي no effect أو no difference بينما alternative hypothesis بتكون المضادة للهيبوثيس داي معناه انه في effect أو ديفرنس يعني على سبيل المثال الدواء الاولاني لا يسوي الدواء التاني الدواء الاولاني احسن من الدواء التاني مثلا فده هنا احسن او اقل يعني اماها بتبقى inequality أو directionality زي ما احنا شايفين قدامنا هنا فده كده null hypothesis بتاعتنا وده كده alternative hypothesis كلم دلوقات عن type 1 و type 2 errors فخليني اقول لكم مثال بسيط يوضح الموضوع لو انا عندي cancer test حاجة بي بت detect cancer تشوف الشخص ده عنده cancer ولا لا وعندي patient جيه المستشفى والpatient ده زي ما احنا شايفين لونه اخضر فمعناه سليم يعني الpatient ده ما عندهش cancer الpatient ده كويس تمام ولكن انا جيت عملت له التست هو كان بيشتكي من شوية حاجات انا عملت له التست والتست تطلع ان الpatient ده عنده cancer والحقيقة بتقول ان الpatient ده سليم ما عندهش cancer فسعتها النتائج اللي طلعت هنا طلعت نتائج false positive positive يعني التست طلع positive ولكن هو false positive يعني positive غير حقيقي فده كده اللي احنا شايفينه قدامنا الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي اسمها ال type 1 error لو الموضوع مش واضح هوضح لكم بس خلينا اتكلم عن type 2 error ولكن type 1 error ده بيقولوا عليه alpha ال type 2 error ان الشخص فعلا كان عنده المرض يعني هنفترض عنده cancer او عنده coronavirus وجيت عملت له التست فالتست قال لا ان الشخص ده سليم ما عندهش اي حاجة ولكن الحقيقة بتقول ان الشخص ده فعلا مصاب او عنده cancer او عنده coronavirus فده ساعة اسمها false negative results فالفالس negative معناها التست negative وده فالس يعني غير حقيقي فده بيسموه البيتا طيب زي ما احنا شايفنا المثال بتاع type 1 error والtype 2 error باختصار شديد ال type 1 error اسمه alpha يعني بغض النظر عن تفاصيل كتير ولكن الباحثين اعملوا identification للtype ده ده فيه error بيحصل بيتم بالشكل ده واحنا عايزين نقلل ال error ده بقدر المستطاع فاحنا عايزين نقلل قيمة الالفا بتاعتنا بقدر المستطاع نفس الكلام البيتا ال one minus البيتا ده بيسموه الباور فاحنا عايزين نعلي الباور بتاعنا بقدر المستطاع فاحنا قلنا الالفا والبيتا دول بيستخدموا في sample size calculation في حساب sample size وبالتالي زي ما احنا شفنا في السلايدز الناس بتحدد study design بعد كده بتحدد الالفا بتاعتها او significance value بتاعتها وبتحدد الباور بتاعتها او البيتا بتاعتها زي ما احنا شفنا بحيث ان احنا نمنميز ال errors دي او نقلل ال errors دي بقدر المستطاع طيب خليني ادي اوريكم scenarios محتملة بيحسبوا فيها الالفا الالفا بتكون حاجة من ثلاثة يعني المتعارف عليه في medical research مثلا عشان الموضوع مهم فاحنا عايزين نقلل error بتاعة type 1 error ده بقدر المستطاع فهنخلي الالفا بتاعتنا واحد من مية هنخلي الالفا بتاعتنا واحد من مية يعني المساحة المسموح بيها بالخطأ اللي هو type 1 error ده واحد من مية طيب social sciences وبرضه في medical research يعني الخامسة من مية دي معروفة جدا ومتعارفة عليها جدا ولكن دي معناها برودر error أوسع شوية من الواحد في المية انما الواحد من عشرة دي بتبقى في الحاجات الinvestigation اللي هي في البداية واحد من عشرة يعني هما في ثلاثة واحد من مية وخمسة من مية وواحد من عشرة ولكن اشهرهم بشكل كبير جدا الناس كلها بتستخدم اللي هو الخمسة في المية ودي just note كده بسيطة ان الواحد من مية يعني بتكافئها الconfidence interval يعني مش عارف كلمة بتكافئها دي كلمة صحيحة ولا لا ولكن يعني 99% confidence interval او 95% confidence interval او 90% confidence interval وانتكلم عن confidence interval ولكن يعني دي just note بسيطة طيب وبكده نكون فهمنا type 1 و type 2 error اللي احنا بنستخدمهم في حساب sample size وبعد ما بنحسب sample size بنحط الhypothes testing بتاعتنا اللي هي الh node والh1 أو null hypothesis والalternative hypothesis وبعدها كده المخطط اللي احنا بنمشي به تمام؟ بعد كده يعني بما ان احنا حددنا significance احنا بنعمل التجارب بتاعتنا يعني احنا دلوقتي جمعنا data اللي هو experiment بعد كده بيطلع النتائج اللي معنا يعني بنعمل statistical test يعني على سبيل المثال هنقارن ما بين groups هنعمل t-test هنعمل anova هنعمل chi-square test هنعمل whatever test اي test بيطلع علينا ال b-value فال b-value احنا قررنا ان significance level بتاعنا يكون 5% فلما ال b-value بتاعتنا دي تكون اقل من 5% فاحنا بن reject الh null أو null hypothesis اللي هم ده معناقي واحدة واحدة كده لما ال b-value تكون significant او اقل من ال alpha بتاعتنا يعني احنا ال alpha بتاعتنا حطناها 5% او حطناها 1% او حطناها 1% او حطناها 1% وتفرل alpha اللي احنا هنحطها فلو ال b-value دي كانت اقل من 5% فده معناق النتائج بتاعتنا significant يعني فعلا فيه فرق ويحنا كنا بنقول هل فيه فرق ما بين drug a وال drug b فالاجابة drug a او في ال null hypothesis بتاعتنا بتقول ان drug a يساوي drug b يعني مفيش فرق ولكن لما يكون النتائج بتاعتنا بتاعت test significant ده معناه ان type 1 error اللي خالص وان احنا واثقين من النتائج بتاعتنا لو ال b-value اكبر من 5% فاحنا بنأكسبت null hypothesis او ال researchers او ال testations بيحبوا يسموها fail to reject يعني انا بحاول ابسط الموضوع لربما المصطلحات مش ادق حاجة ولكن بكل بساطة يعني ده كده الجزء الاحصائي من الموضوع الجزء الملخص للموضوع بيقول ان هو لو ال b-value بتاعتك اقل من 5% لاي statistical test يعني هيا ال b-value ده مش حاجة ثبتة كده في كل مكان هو الكل test يعني على سبيل المثال احنا عملنا test بيقارن ما بين الجروب الاولين والجروب التاني فساعتها التست ده بيتكلم في difference او التست ده بيتكلم في value او التست ده بيتكلم في حاجة معينة فساعتها هنقول لو ال b-value اقل من 5% هنقول ان ال statistical test ده significant مش عارف الامور واضحة ولا لا ولكن خليني اوريكم مثال طبيعي طيب ده ريسرش بيبر احنا فتحناها بتكلم عن vitamin D supplementation الناس بتاخد vitamin D وال clinical outcome في الناس اللي هي عندها covid انا دايما بختار ال b-value related بال covid علشان دي حاجة اغلب الناس بتفرج على الفيديوز عصرتها وتعرف تفهم ال concept بتاحها ذات نفسه فال covid patient احنا عايزين نشوف ال vitamin D علاقته بالموضوع طيب ال abstract بيقول يعني خليني انه اقرأ جزء بس بس بسيط من ال abstract بتكلم عن covid 19 وبعد كده vitamin D associated مرتبط ب severity بتاعت viral infection وال immune meditative effect يعني immune response فده كده مقدمة انا مش هقرأ ال results بتاعت ال abstract من هنا ولكن خليني يعني اقرأها في الاخر ال introduction كلام بيتكلم عن اكيد عن كورونا وعن vitamin D بعد كده هنا انا بنتكلم عن materials وال method دي single center يعني كانت في مكان واحد open label يعني الناس كلها blinded clinical trial يعني احنا عارفين ان دي RCT randomized clinical trial بعد كده ال all patient كانوا admitted ماتد للاي سيو يعني كان كلهم في العناية المركزة خلال الفترة دي وكان عندهم سارس كوف تو او يعني بوزيتف بالبي سي ار او ان هم هم عندهم كورونا بايروس بعد كده اتكلموا عن ال inclusion يعني patients who have positive bcr were tested eligible for the inclusion يعني الناس اللي عندها بي سي ار بوزيتف دخلوا يعني included في الاستادي all patient had the levels measured يعني اسوا فيتامين دي بان عندهم مجرد ما دخلوا ال icu والpatient ب low vitamin d level تمام هم ال included في الاستادي يعني patient اللي عندهم low vitamin d level اهل من 50 nanomol per liter هم ال included في الاستادي فده كده يعني عشان نعرف الاستادي بتاعتنا بتقيس بتشوف هل vitamin d ليه علاقة بالpatient اللي عندها كورونا اللي دخلوا ال icu او العناية المركزة او لا لا ده كده patient intervention randomization دي كلها حاجات بتكلم عن الموضوع assessment primary assessment هدي بصينات لقى sample size يعني بيكتبوا برضو انهم حسب sample size ازاي since the primary outcome was number of days يعني primary outcome بالنسبة لهم الشخص ده هيقعد في ال icu او في العناية المركزة تحت respiratory support سيقعد كام يوم فال primary outcome بالنسبة لهم انه هو الشخص ده هيقعد كام يوم وهم عندهم two groups 137 patient في كل جروب يعني total number بتاحهم 274 فهم حسبوا sample size بناء على هذا الاساس وال sample size بتاحهم طلع 274 statistical analysis هم عملوا analysis بالR يعني بيقال لك usual descriptive statistics اللي احنا اتكلمنا عنها بلكده اللي هي ال mean وال median وال standard vision وال box plot وبعد كده اتكلموا عن statistical test added two sample test يعني بقارنه بين two groups that test بعد كده هتلاع المان واثني احنا نتكلم على test z ان شاء الله بكل تفصيل في بقى الحلقات ولكن خلينا اوضح بس ان هما بيحطوا هنا اي research paper بيكتبوا ال b value بتاعتهم فهم هنا كتبين ان ال b value اللي احنا قررنا عليها او ان significance ان هي تكون اقل من 5% b values اقل من 5% were taken as significant تاكده بالنسبة للجزء بتاع statistical analysis خلينا نبص في results ولكن في الغالب بنبص بشكل اساسي في tables فده ال table بتاع ال demographics يعني هما عندهم 152 patient في total 75 في ال intervention اللي هما بتوع ال vitamin d و 77 في ال control ال gender هنا 110 males 42 female متقسمين زي ما احنا شايفين adult ages اعمار بتاعتهم متوسط بال minimum maximum يعني متوسط الاعمار كان 64 سنة وده المنمم وال maximum هتلاقي vaccinated vitamin d levels زي الحاجات دي كلها موجودة في ال demographics table طيب نشوف ال table اللي بعده طيب ال table اللي بعده يقول outcomes of intervention and control group يعني دي outcomes فخلينا يعني دي طريقة ازاي بنقرأ research papers يعني ف number of days العدد الايام اللي هم قعدوا فيها على جهاز تنفسي كان الناس اللي هي intervention group كان 10 ايام تمام وهنا ما بين اقواس ال iqr range ال interquartire range بتاعهم فخلينا نركز يعني هنا 10 ايام ولكن هنا 8 ايام فالفرق ما بينهم is not significant ليه علشان اكبر من 5% فالفرق ما بين الناس اللي اخدت vitamin d supplementation الناس اللي اخدت vitamin d والناس اللي ما اخدتش vitamin d الفرق ما بين عدد فرق ما بينهم في عدد الايام is not significant طيب الفرق ما بينهم في عدد الايام اللي موجودين في العناية المركزة هنا 13 يوم وهنا 12 يوم يعني الناس اللي في ال intervention قعدوا 13 يوم ولكن الناس اللي اخدت vitamin d قعدوا 13 يوم ولكن الناس اللي ما اخدتش vitamin d قعدوا 12 يوم يعني فيش فرق تقريبا فده زي ما احنا شايفين not significant فالتست بتعمل هنا التست بيقارن بس الجزء ده ففيه statistical test بيقارن ما بين ال two samples بالنسبة لعدد الايام بيقارن ما بينهم وبعكها بيطلع ال b value فهي ال b value مش لل بيبر كلها ال b value لكل statistical test اتعمل survival مثلا الناس اللي عاشت في خلال 14 يوم كان في المية وال b value بتاعتهم فزي ما احنا شايفين كده بشكل سريع مفيش ولا واحدة من دول ال b value بتاعتها الاقل من 5% فده معنا ان النتائج اللي هما طلعوا منها من ال b دي كلها not significant طيب لو رجعنا شوفنا في ال abstract وجينا بصينا في الاخر كده دايما بيكون ال results in total 155 patients were randomized 78 interventions 77 control group هتلاقي بص يقول لك there was no statistically significant difference in number of days and on respiratory support وهكذا فده يعني there is no statistically significant يعني الناس اللي اخدت الفيتامين دي supplementation والناس اللي ما اخدتش مفيش اي فرق ما بينهم في عدد الايام في تواجدهم في العناية المركزة فده كده المثال اتمنى المثال يكون ربط الامور كلها ببعض ان ال b value بيحطه ال significance في البداية اللي هو type 1 error علشان يقللوا type 1 error و type 2 error بيحطوا significance والالفا والبيتا بيحسبوا sample size بيحطوا hypothesis وبعد كده بيشوفوا يعني في المثال بتاعنا ده العدد الايام ما بين الناس اللي اخدت فيتامين دي يفرق عن عدد الايام من الناس اللي ما اخدتش فيتامين دي فنال hypothesis بتعيثهم ان هوا مفيش فرق طيب ال alternate hypothesis لا فيه فرق وبالتالي لما ال b value طلعت not significant ده معنا ان هوا مفيش فرق ما بين الايام بتاعتهم يعني we accept null hypothesis الموضوع الي اخبط شوية ابسط من كده لو عدت شوفت السلايدز كده وفتحتها واحدة واحدة وفهمتها ان شاء الله الامور تكون واضحة كتبلونا في الكومنتات تحت هحبوا تعرفوا ايه تاني عن ال statistical analysis ونشوفكم فيديو تاني طولنا عليكم سلام عليكم